وقت فراغك بعيد عن التمرين بعيد عن المعسكرات عمر بيعمل ايه؟ بيت قاعد في البيت على طول بس مش من نوعية اللعبة اللي بتروح وتتنطط لا 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 لان انا انا قلت العراكة انا من صغري مرتوط باهلي جدا يعني انا حياتي كلها والدي والدتي واختي قبل ما تتجوز حتى اختي لما تتجوز ما تتجوزت قاعدة جنبينا برضو فعلى طول احنا مع بعض على طول هي عندنا احنا عندهم فانا الكورة مفيش وقت كتير ان انت تبقى ليك وقت فراغ مفيش وقت كتير ان انت تبقى ليك وقت ان انت تخرج وتسافر فيوم ما باخد اجازة بحاول على قد ما بقدر اننا ما بشوفهم مش بقعدش كتير معهم فباخد على قد ما بقدر اجازة بقى سافر معهم نقعد معهم في البيت نخرج مع بعض دي حياتي يعني كورة وقسرتي بس لما تمشي في الشارع جمهور الاهلي بيستبيلك ازاي في الشارع لا ما بعرفش امشي والله يا قبل والله ما بعرفها مش فعلا يعني انا الناس دي يعني بصراحة الحب اللي هما بيحبوه للواحد ويعني بيأثر فيه بيخلي الواحد فعلا يحس انه عايز يديلهم كل حاجة يخليهم فرحانين فاشكرهم ودايما هفضل اشكرهم ان هما دايما سابورت ليه في كل الوقت يعني كان نفسك تكون موجود في مباراة فاينال افريقيا الاهلي والتراجي وتأخر شوية كنت تتأيبت في القائمة الافريقية؟ اول مرة واحد بابا بيسألني بيقول لي ايه شعورك قلت له شعوري قلت له طبعا دي حاجة بتاعت ربنا ارادة ربنا بس اول مرة في حياتي اكون يعني بتمنى ان انا اكون موجود في مطر قلت له الدراجي قلت له لا قلت له الناس الجمهور رعب انا كنت قاعد في المدرجات فوق الدكة اه دا يعني عايز ان انا يقابق في الملعب مش عايز ابقى متفرج مش مستحمل مش قادرة مش عارف اقعد على الكورسي فيعني الناس دي بصراحة مالهاش حل يعني دي الحاجة الامنية اللي كنت تتمنى تكون موجود فيها نهاية الدورة الافريقيا هو دا فا ان شاء الله جايت اكتر بازن الله بازن الله خاصة الجيل دا يعني ما شاء الله انت بتتكلم على خمسة نهاية افريقيا بتوصل للفاينال منهم خدت اربعة لو الجيل دا خد البطولة التالتة على التوالي هيبقى عمل اعجاب جيل زهبي فعلا اه جيل زهبي طبعا ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله يبقى فيه مزيد من البطولات بإذن الله وتكون حضرت معنا خياب بإذن الله في كل الوقات